شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية بعنوان الاستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية للصيانة الأمن القومي شارك في أعداد البحث نقبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمفكرين شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية بعنوان الاستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لصيانة الأمن القومي وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقادة الأفرع رئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين والمفكرين والإعلاميين ورؤساء وطلبة الجامعات المصرية بدأت مراسم مناقشة البحث بكلمة اللواء أركان حرب إهاب محمد فكري رئيس هيئة البحوث العسكرية استعرض فيها الجهود التي بذلت لإعداد البحث وقدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الدعم لارتقاء بالمستوى البحثي داخل القوات المسلحة وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لصيانة الأمن القومي للدولة المصرية في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته في دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة مؤكدا على أهمية اتباع أحدث الأسليب العلمية في معالجة التحديات ترجمة نانسي قنقر